بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا ما شاء الله على هاللون يلي بياخد العقل يا هيك الكيك يا أما بلا اليوم الوصفة رواء بدنا نعمل كيكة البردقان ونغرق بصوص البردقان وما بتاخد معنا وقت أبدا أول شي بتشغلوا الفرن بس من تحت على حرارة 160 وبهذا الوقت خلونا نعلق على أبريق الشاي مع بعض يلا قولي بسم الله أحلى لقطة بكل الفيديو ومجهز كل المكونات لازم تكون بحرارة الغرفة حتى الكيك يطلع معكم مية بالمية هلا خلونا نسمي بالله أول شي منفضي أربع حبات بيض بسم الله مننزل عليهم كاسة سكر وهيك بعد ما خفقتهم دقيقة تغير لونهم ودعب السكر مع البيض هلا بدي نزل عليهم كاسة عصير بردقان والعصير لازم نكون مصفيينه وعندي تلتة ربعة لكاسة زيت نباتي بسم الله مع لقتين كبار لبن زبادي بيخلوا الكيك لونه أبيض معكم بسم الله نسمع لأصغيرة فانيلا وبرأس المعلقة خل أبيض برش بردقانتين وما منخلي البرش يوصل للبيض لحتى الكيك ما يمرمر معنا الخفوق منيح وبهذا الوقت منجهز لطحين تبعنا في عندي هون كاستين ونص طحين واللطحين منخول مننزل عليهم ظرف باكم بودر بسم الله ومنحط لهم رشة ملح هلا منحرك النواشيف وبعدين مننزل عليهم السوائل أهم حركة نخلي النواشيف لحال والسوائل لحال لحتى الكيك يطلع معكم أكتر من ذهب هلا منسمي بالله ومنفضي السوائل مع النواشيف بسم الله الرحمن الرحيم هلا بالخفاء الكهربائية هذا القوام 100% شايفين ماشاء الله هذا القوام الصح أحلى لقطة بكل الفيديو بالنسبة للقالب يلي أنا عم بستخدمه قطرة ما نوع 20 أنا حاطط له زيت نباتي منحسن نحط له زبدة ما في أي مشكلة بس منعمله بخة طحين لحتى الكيك نضمن ما يلزق بقلب القالب اللي عم نشتغال فيه وهلا منحاول هيك نوزع لطحين 100% شايفين بهذا الشكل ومننزل بالخليط تبعنا بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلي على الكيك اللي ما بيرحم وهلا مننزل القالب تبعنا بالدرجة الوسطانية بالفرن بياخد بين 30 وال35 دقيقة وبهذا الوقت منضبط صوص البردقان مع بعض كاسة عصير بردقان معلقة كبيرة سكر ومعلقتين نشا هلا منحرقهم على البارد ومنشغل عليهم الغاز بسم الله ما بياخدوا على الغاز دقيقتين ويكونوا جاهزين انتوا تحكموا بالسماء كيش لون ما بتكون هذا القوام 100% هلا منطفي عليه ومنخليه لي برد وهيك بعد ما خليت لقاته 30 دقيقة بالفرن اخد هذا اللون هلا مننزل أي عودة ومنفحصه شايفين 100% هلا منخليه دقيقة بس يتحمر الوج تبعه وبعدين منسحبه مع بعض حركة كتير اساسية بس نطالع الكيك منتركه 5 دقائق لحتى يرتاح وما يعليق بالقالب وبعدين منقلبه مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا ما شاء الله طالع معنا اسفنجي وريحته بتغوي بالقلب هلا خلونا نزينه بالصوص يلي ساوينا يا ويلي على هالمناظر يلي ما بترحم هذا الصوص يلي ساوينا وطالع اسفنجي وبياخد العقل هلا منحطهن هيك بالصحن ومندوقه مع بعض وهلا الكيك بديو يدوق الكيك بسم الله يلا قولي بسم الله كيك يكون كيك يدوق الكيك يعني انت كيك وهذا كيك يلا قولي بسم الله هاي الشو كلمين الليلو نجيبه مننا بسم الله ما شاء الله ريحته ولونه بياخد العقل يعني عن جد كيك البردقان بيختلف عن كيك الحليب بسم الله تشرب شاي صخنا عليكي توتي صلى زمان ما طلعت اليوم طالعتها بما انه الفيديو بسيط تحمي الكيك و ايها كمان بتحب الكيك وبتحب تطعلم تساوي الكيك تعلمت ايه؟ مممم مثل الخسطة على الكيك و من نحقه يشفه شاي تشربه شاي؟ شو بدك تقليلون قبل ما انهي الفيديو كيف خي حبادي ان شاء الله اعجبكم الفيديو بس ايك مليون حلوين شعراتي حلوين اوعية هاتي بوزي ومثل العادة اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضبطونا وضعو بلايك وكان معكم الشيف علي تحياتي لكم شو شايف اصطحتي